السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة فيديو كتير مختلف شوية. النهاردة هنعمل غرزة جميلة جدا. غرزة اوراق الخريف الحلوة. تقدري تنفيذ بيها اشيك سكارف. اجمل كاردجان واشيك بلوزة. الغرزة معنا تقدري تنفيذ بيها حاجات كتيرة جدا ومشاريع متعددة من الكروشي. يعني لو حابة تعملي من الغرزة سكارف طبعا هتعمليه بالطول. هتعملي السكارف عندك بطول. الاسكارف اللي انت حباهه. مية وتمانين سلسلة على حسب بقى ما انت حابة طول بتاع الاسكارف. الاسكارف ازا احنا ما احنا شايفين كده عبارة عن غرزة اوراق الشجر. تقدري كمان تنفيذي منها جوانتي. يعني لو انت مثلا حابة تعملي من الواحدة جوانتي بس برضو بيبقى شكله حلو. حابة ان انت توظفيها وتخذي الجزء اللي ده وتحطيها في بلوزة وتحطيها في المنتصف. او تعمليها كنار لبلوزة من تحت بالشكل ده بيبقى غرزة ورقة الشجر معاكي موجودة. آآ برضو تقدري تعملي منها اشياء كاردجان او مفرش او كوشن اللي انت عايزيه. غرزة سهلة وبسيطة جدا وتقدري تنفيذيها بجميع انواع الخيوط. يلا نبدأ. زي عندنا هنعمل عدد يقبل الاسم على الستة. وهنزود عليهم تلات غرز. يعني مثلا لو انت بتعملي ستين غرزة هنزودي عليهم تلات غرز هيبقوا تلاتة وستين. وهنزود كمان سلسلة رفع. بعد كده حقلب السلسلة على الظهر بالشكل ده عشان اشتغل من الجزء اللي من ورا ده. هشتغل ست غرز انزلاق. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. بعد كده هرتفع سلسلة ارتفاع. وهياخد لفة على الابرة وهنا هشتغل في الغرزة الخلفية. الغرزة الخلفية يعني ايه? يعني من هنا. تمام? هياخد لفة على الابرة. وحبتدي اشتغل في الغرزة الخلفية غرزة نص عمود مزدوج. يعني ايه غرزة نص عمود مزدوج? يعني النص العمود بنخرج على طول من خلال التلات غرز. النص العمود المزدوج بخرج من تالت غرزة بالشكل ده كده. بعد كده هنا. بالشكل ده. بشتغل ست غرز نص عمود مزدوج في الغرزة الخلفية. تلاتة اجي الغرزة الرابعة. الغرزة الخامسة. الغرزة السادة. بعد كده برتفع سلسلة ارتفاع وهشتغل برضو على الست غرز دول تاني. اول واحدة هعمل غرزة انزلوك. بعد كده غرزة حشو. بعد كده غرزتين نص عمود. طبعا هو في البداية بس با كده هتحفظي. غرزتين نص عمود كل ما هتكراري بقى هتحفظي. غرزتين نص عمود. بعد كده هعمل غرزة حشوة. واخر غرزة هنا عندي هتبقى غرزة انزلوك. بالشكل ده كده. هنا بقى المفروض ان احنا خلاص كده احنا خلصنا الستة بتوعنا. المفروض ان احنا هنبتدي ستة جداد. هنا بقى حطر ان انا انزل السلم عشان اخد ست غرز جداد. فحعمل ايه? هيخد الغرزة اللي هي الجزء اللي هي على الحرف دي هنا. اللقصاد الجزء ده. هبتدي ادخل. لو انت معلقتش تدخلي بالابرة ممكن تجيبي ابرة صغيرة. تمام? وتتعال يعني بتحاول ان انت تدخلي بها. خدت الغرزة كده على الابرة. وهياخد بقى من هنا كده. وهبتدي اصحب اول واحدة من الستة غرز. ادي واحدة. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة ستة. بعد كده هنرتفع سلسلة ارتفاع وسلسلة الارتفاع مهمة جدا عشان تزبط لك الغرز عشان ما يقلوش ولا ينقصو. تمام? اول واحدة هنا هشتغلها. هشتغل اول السطر هنا هشتغل بالغرزة الخلفية زي ما عملنا قبل كده. ستة غرز نص عمود مزدوج. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. بعد كده هرتفع سلسلة ارتفاع وهشتغل نفس اللي انا عملته برده قبل كده اللي هو غرزة انزلوك. غرزة حشو. اتنين غرزة نص عمود. طبعا كل ده في الغرزة الخلفية. وبعد كده غرزة حشو. وبعد كده غرزة انزلوك. هنا طبعا خلصت كده الستة. خلي بالنا بقى من حاجة كل واحدة من دول بتكون عبارة عن ستة غرز. تمام? يعني انت لو عملة ستين هيبقى عندي كام واحدة من دول عشرة. تمام? هنضطر برضو ننزل هنا السلم تاني. بالشكل ده كده. هنزل. اخد ستة غرز جداد. ادي واحدة. مين? تلاتة? اربعة. خمسة. ستة. كده احنا خدنا ست غرز جداد. هبتدي اشتغل عليهم نفس اللي انا عملته قبل كده. لحد ما يخلص السطر كله. السطر عندك هنا المفروض هينتهي في نهاية السطر بتلات غرز. وهقول لكم برضو هنشتغلهم ازاي? ده شكل الغرز بعد ما اشتغلت الاجزاء دي. طبعا هنا لو انت بقى عملة الغرز كلها مظبوطة. هيتبقى معاك تلات غرز. هنا المفروض هنا ان احنا هناخد التلات غرز بقى البقين دول. هيخد اول واحدة هعمل برضو غرزة انزلوك. الغرزة التانية. الغرزة التالتة. هبتدي ارتفاع سلسلة ارتفاع وهشتغل عليها تلات غرز نصف عمود مستوك. اتنين تلاتة. بالشكل ده كده. خلي بنا ان كل جزء من دول ستة 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 معدد جزء اخير ده هو اللي تلاتة. بعد كده هرتفع سلسلة ارتفاع. وهقلب الشغل بتاعي. وهبتدي اعمل منزلقة. غرزة الحشو. وغرزة نصف عمود. بعد كده هرتفع سلسلة ارتفاع تاني. هنا بقى خلي بالنا بقى هنشتغل غرزة نصف عمود مزدوج. غرزة نصف عمود مزدوج تاني. غرزة نصف عمود مزدوج. بالشكل ده كده. بعد كده المفروض بقى هنا ان احنا هننزل السلم. تمام? هنعمل ايه بقى? هيخد. بس كده عشان ابقى موضحوها في التصوير. هيخد الغرزتين دول كده مع بعض. بالشكل ده كده. يعني انا عندي واحدة هنا هي. هيخد دي كده مع بعض. تمام? فانا معي الابرة اهي. هيخد الجزئين دول. بالشكل ده مع بعض. هحاول ان انت لو انت شد الغرز شوية حاول ان انت توسعيهم بالابرة عشان تعرفت ايه تشتغل. فهنا بقى هناخد كده الجزء ده مع الجزء ده كده. وهيخد لفة على الابرة. وحبتجي بقى ادخل في الغرزة الخلفية. وحبتجي اعمل غرزة. نص عمود اهي كلها على بعضها كده. بعد كده هبتجي اخد. دي كده اخدنا واحدة. التانية هبتجي اخد تلات غرز. ليه تلات غرز بس? طبعا تلات غرز عشان انا بدأت هنا السطر. بتلات غرز وانا عندي كل واحدة عندي بتتكون من ست غرز. تمام? ونخلي بقى كمان لحاجة. احنا اخدنا هنا تلاتة عشان المرة الجاية لما نيجي نشتغل هنشتغل على التلاتة دول. وهناخد تلاتة من الوحدة الجديدة. نشتغل تلاتة وناخد تلاتة من الوحدة الجديدة. وده اللي هيكون دي عندك او هيكون عندي ورقة الشجر بالشكل ده كده. يعني ده اللي هيخلي الوحدة عندك تعمل الاجزاء بتاعة ورقة الشجر بالشكل ده كده. زي ما احنا شايفين كده الشغل هنا. فهنعمل ايه بقى? هنشتغل على تلاتة. هقول لكم برضو هنا هنكمل السطر ازاي ونكمل. بعد كده نرتفع سلسلة ارتفاع ونشتغل بقى على الست غرز. هبتدي اعمل واحدة منزلقة. حشو. اتني النص عمود ادي واحدة. وادي الغرزة التانية. بعد كده غرزة حشو. بعد كده غرزة بالشكل ده كده. تمام? بعد كده هرتفع سلسلة ارتفاع تاني. وحقل بالشغل تاني. وهنا بقى هشتغل غرزة نص عمود مزدوج. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. هنا اشتغلت ست غرز نص عمود مزدوج في الغرزة الخلفية. طبعا هنا هننزل السلم. فلازم طبعا هنا اوسع لنفسي الغرز. الشكل ده كده جيب الابرة والابرة الفيعة كده اوسع الغرز لنفسي بالشكل ده كده. وابتجي بقى انا خلاص كده اعملت اول ستة. ابتجي بقى اخد ست غرز جداد تانيين. زي ما اتفقنا اهو. وسعت لنفسي اهو. هيخد لفة على الابرة وحنزل اخد التلاتة الاولانيين. اهم. اجي اول واحدة منهم. اهو. ادي التانية. التالتة. هعمل ايه بقى? هوسع لنفسي برضو. الشكل ده كده بالابرة. عشان ننزل اخد تلاتة من هنا كمان. يعني ننزل ناخد تلاتة من هنا ويتبقى تلاتة. الشكل ده كده. اجي اول واحدة. واحدة. اتنين. ثلاثة. بعد كده هنرتفع سلسلة ارتفاع. ونشتغل على الستة اللي احنا اخدناهم جودات. هنشتغل ايه بقى? خلاص احنا وقلت حفزنا. واحدة منزلقة. واحدة حشو. اتنين نص عمود. اتنين نص عمود. اجي عملت واحدة واخد الواحدة. واحدة حشو. وبعد كده غرزة انزلوك. لو انت عدتي من هنا هتلاقي دول ستة. وانا هنا اخدت ستة جودات. هبتدي ارتفع سلسلة ارتفاع نفس الكلام. هبتدي بقى اشتغل هنا. اللي هي الست غرز اللي هم النص العمود المزدوج. اجي واحدة. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. بعد ما عمل كده هعمل ايه? خلاص بقى حفزنا بقى. هنوسع المكان بتاعي. هنوسع الابرة من هنا. بالشكل ده كده. اهو. هبتدي انزل السلم تاني. عشان اخد ستة جودات. تلاتة من هنا. تلاتة من هنا. وابتدي اشتغل عليهم بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا عليها بالشكل ده. طبعا كل بقى ما تشتغلي. هيبص هتلاقي معاكي اوراق الشجر. كل مرة بتلاقيها بتتكون معاكي. هنكمل لحد نهاية السطر. وبرضو في نهاية السطر هيتبقى معانا تلات غرز. خلصت السطر كل وزي ما احنا متفقين في كل مرة بينتهي عندي بتلات غرز عندي كده في نهاية السطر. هنبتجي بقى هنا نبدأ سطر جديد. هنبتجي بقى السطر الجديد ازاي? المفروض هنا احنا كنا قبل كده بنعمل غرزة انزلاق. بعد كده غرزة حشو. بعد كده آآ نص عمود. لأ هنا المرة دي هنبدأ السطر بتاعي في الغرزة الخلفية بغرزة نص عمود. ليه? عشان يبقى السطر من هنا مرتفع شوية. بعد كده غرزة حشو. بعد كده عندي غرزة انزلاق. هقلب الشغل تاني بالشكل ده. وحبتدي اعمل غرزة نص عمود مزدوج. تلاتة غرزة نص عمود مزدوج. تمام? بالشكل ده كده. هرتفع سلسلة تاني. وهبتجي بقى اعمل غرز انزلاق. فاكرين بقى السطر الاول لما كنا بننزل ناخد ست غرز انزلاق. هنا هنعمل كده. هنعمل تلات غرز انزلاق من هنا. هنا بقى ما بناخدش لفة بغرز الانزلاق. هنا ما بناخدش لفة على الابرة. بننزل على طول. باخد من الغرزة دي كده. ممكن تستعمل الابرة العادية. آآ الفيعة. تاخد بقى هنا تلاتة عشان يبقوا ستة غرز. واحد. اتنين. تلاتة. وهنا طبعا حيتبقى معينا زي ما احنا عارفين تلاتة. بعد كده هبتجي ارتفع سلسلة ارتفاع. وحبتجي اشتغل ست غرز نص عمود مزدوج. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. زي السطر الاولاني بالزبط. ستة. بالترتيب بتاعه. بعد كده هنرتفع سلسلة ارتفاع. وحبتجي اشتغل غرزة انزلاق. بعد كده غرزة حشو. غرزتين نص عمود. بعد كده عندي غرزة حشو. بعد كده عندي غرزة انزلاق. طبعا هنا هننزل السلم. هناخد. هنعمل ايه بقى? هدخل من الغرزة دي كده. هياخد ست غرز انزلاق جداد. تلاتة من اللي هم هنا. وتلاتة من جزء من الورقة الشجر اللي موجودة من السطر اللي قبل كده. اتنين. تلاتة. هنزل بقى السلم تاني. هعمل ايه? تلاتة تانين. ادي واحدة. اتنين. تلاتة. طبعا هنا هيبقى تلاتة. المرة الجاية هاخد تلاتة واخد تلاتة من الناحية التانية. وهشتغل عليهم بنفس الترتيب اللي احنا اشتغلنا قبل كده. اللي هو. ست غرز نصف عمود مزدوك. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. بعد كده هرتفع سلسلة ارتفاع. هعمل نفس الترتيب بتاعي. منزلقة. حشو. مرزتين نصف عمود. حشو. منزلقة. يلا عشان ننزل السلم. عشان هناخد ستة جدات. تمام? هنبتجي بقى نشتغل. وهناخد تلاتة من هنا. وتلاتة من هنا. تفضلي بقى تشتغلي. برضو. هيتبقى معيك في نهاية السطر تلات غرز. تمام? طبعا هنا انا خلاص اشتغلت بقى الجزء كله. لحد ما بقى عندي تلات غرز بالشكل ده. هرتفع برضو سلسلة ارتفاع. وهشتغل عليهم التلات غرز نصف العمود المزدوك. بالشكل ده كده. بعد كده هنا. هعمل غرزة. نصف عمود. قصدي منزلقة. حشو. غرزة. نصف عمود. هرتفع سلسلة ارتفاع. طبعا لو انت بقى هتكملي. لو انت بقى هتكملي هتفضلي بقى تتعملي السطرين اللي احنا عملناهم قررناهم اللي احنا كانوا في بداية السطر هتفضلي تكرريهم هتكرري كل سطر بالترتيب. طيب احنا بقى دلوقتي خلصنا وعايزين بعد ما اشتغلنا اشتغلنا كزا جزء هنا عايزين بقى نقفل السطر بتاعنا. لازم اما تقفلي السطر بتاعك يبقى فيه ارتفاع من هنا. زي ما عملت كده دلوقتي. تمام? هنقفل السطر بتاعنا ازاي? احنا مش هنسيبه بالطريقة دي. احنا عايزين نفترض ان احنا هعمل الوحدة دي مسلا جوانتي. تمام? يبقى مسلا انا عامله مسلا هعمله جوانتي. فان عايزة اقفل الجزء دوت. هقفله بقى ازاي? حاجي بعد ما اشتغلت الجزء كده. هبتدي ان هنا هعمل هرتفع سلسلة ارتفاع. وحبتدي ان انا اعمل غرز انزلاق. هدي واحد اتنين. تلاتة. وحبتدي انزل السلالم بالشكل ده كده بغرز الانزلاق كلها. يعني حاول يكون السطر الاخير كله اللي هو السطر اللي هو هيبقى معيك عبارة عن غرز انزلاق. بالشكل ده كده. طبعا لو انت عديتي بقى الغرز بتاعتك دي هتلاقيها ايه? هتلاقيك يوصلتي للعدد اللي انت عملتيه في البداية. تنزلي بقى. هاهم. تاخدي بقى الغرز مع بعض بالشكل ده كده. كده. هاهم. لحد ما تخلصي. خلي بانما اني في غرز بتبقى هنا مورا. تبقى مترية. فتطلعيها بالشكل ده كده. اهي. تاخدي برضو غرزة. الغرزة من هنا مع من تحت. لحد ما اتخلصي السطر كله. بالشكل ده كده بغرزة الانزلاق. بعد كده هتعملي ايه بقى? خلاص انت كده هي هتلاقيها عبارة عن قطعة واحدة بالشكل ده. لحد نهاية السطر. بقى كده بتقطعي الخيط. طبعا تقدري تنفذي بيها. بلوزة شيك قوي للاطفال. بلوزة لنفسك كاردجان. بيبقى شكله حلو قوي بغرزة اوراق الشجر. تقدري تعملي منها سكارف. بيبقى برضو حلو جدا. يعني انت بقى اللي تقدري توظفي الغرزة في الموديل اللي انت حابها. ده شكل الوحدة بتاعتنا بعد ما خلصت غرز الانزلاق كلها. زي وزي ما قلت لكم كده تقدروا تعملوا بيها حاجات كتيرة قوي. ممكن كمان تبقى كنور بلوزة زي ما انتو حابين. اتمنى يكون شرح للوحدة كان سهل. وقولولي عجبتكو ولا لأ.